ممكن موظفا أنه تم اتخاذ هذا القرار بعد اجتماع تشاوري حول تقييم الوضع في المنطقة في الشأنية التربوي ستجري مسابقة توظيف أكثر من 28 ألف أستاذ في الأطوار التعليمية الثلاث ابتدائي متوسط وثانوي في الثلاثين من شهر يافريل المقبل بينما سيكون الإعلان عن النتائج في الثلاثين من شهر جوان المقبل حسب ما أعلنته اليوم الأربعة وزيرة التربية الوطنية نورية بنغبريت وأكدت وزيرة التربية نورية بنغبريت من جهة أخرى اليوم الأربعة أن 96% من الأساتذة استفادوا من التقاعد النسبي خلال سنة 2016 وأوضحت الوزيرة في حوار لوكلة الأنباء الجزائرية 96% من الأساتذة في قطعية التربية الوطنية استفادوا من التقاعد النسبي خلال سنة 2016 بينما استفاد 4% من الأساتذة من التقاعد العدي وأضافت الوزيرة أن هذه النسبة تتقلص إلى 93% إذا تم احتساب عدد الأساتذة مع الفئة التربوية الأخرى في الإحالة على التقاعد النسبي بينما تصل نسبة الإحالة على التقاعد العدي إلى 6.4% في حال احتساب كل موظفي القطاع ترجمة نانسي قنقر